أثبتت لنا المختبرات الوطنية المساهمة في عملية تشخيص المخبري للحالات المحتملة مع مجموعه 153 حالة جديدة ليصبح إجمالي الحالات المؤكدة منذ بداية الوباء ببلادنا 1063 حالة فإذن تجاوزنا عتبت 6.000 حالة مؤكدة منذ ظهور الوباء ببلادنا هذه 153 حالة الجديدة سجل جلها بجهات الرباط صالة القنيطيراء ثم جهات فاسم كناس ثم جهات الضربدة السطات ثم جهات مراكش أسفي وجهات طانجة تطوان الحسيمة للإشارة فخمس جهات لم تسجل بها أي حالة خلالها 24 ساعة هي جهات ضرعة في لالت الجهة الشرقية قلميم ودنون جهة العيون الساقية الحمراء وجهة الداخلة والدهب بالنسبة للتوزيع الجغرافي لمجموع الحالات المؤكدة ببلادنا منذ بداية الوباء لم تعرف تغيرا كبيرا بحيث تضل جهة الضربدة السطاتية الجهة التي سجلت بها أعلى نسبة من الحالات بما يقارب 27% تليها جهة مراكش أسفي بما يقارب 20% ثم تأتي في مرتبة أقل جهتي طانجة تطوان الحسيمة وفاس مكناس ثم في مرتبة أقل جهتي ضرعة في لالت وجهة الرباط سلا القنيطرة الإشارة كذلك فجهتي العيون الساقية الحمراء والضخل والدهب لم تعود لديهما أي حالة متكفلون بها في المستشفيات المعدة لذلك كذلك هذه المياه و53 حالة الجديدة لازمنا نكتشف معظمها ضمن عمليات التبوع الصحي والكشف المخباري لدى المخالقين ف130 من هذه 153 حالة تم اكتشافها خلال هذه العملية أي بنسبة مئوية تصل إلى 85% هذه العملية المخالقين همت منذ بداية الوباء ما يقارب 35 ألف حالة 9363 منها لا زالت تحت التتبوع الصحي كذلك خلال 24 ساعة تم مع الأسف تسجيل حالتي وفاة جراء هذا المرض ديال كوفيد 19 ليصبح بذلك العدد الإجمالي لحالات الوفاة المرتبطة بهذا المرض منذ بدايته 188 ديال الإيمتاء مستقرة في 3.1% بالنسبة لحالة الشفاء سجلنا خلال 24 ساعة تماثل 93 حالة للشفاء التام طبقا للمعايير السريرية والإبيديميولوجية والمخبرية التي نعتمدها من أجل التصريح بالشفاء فيصبح بذلك العدد الإجمالي للحالات المتعافية 2554 حالة وليستمر كذلك وليستمر كذلك نسبة الشفاء في الارتفاع شيئا فشيئا وتصل إلى حدود اليوم إلى 42.1% وكما اعتدنا على ذلك في إطار التفاعل مع بعض الأسئلة التي تريدنا نقدم بعض توضيحات حول حالات كوفيد-19 عند الأطفال أقل من 14 سنة فقد سجلنا من بين 6,063 حالة التي تشكل مجموع الحالات المسجلة ببلادنا جراء هذا الوباء عند الأطفال أقل من 14 سنة هذا العدد كان 546 حالة أي بنسبة المئوية 9% هذه الأطفال الحالة أثناء التكفل كانت ألطف من الحالات عند الأشخاص البالغين بحيث أنه أكثر من 93% كانت إما حالات ليست لديها أعراض المرض أو حالات مرضية بسيطة والحالات الخطيرة لم تتجاوز عند هذه الفئة العمرية 1.3% مع تذكير أننا كنا قد سجلنا في هذه الفئة العمرية حالة وفاة واحدة لراضيع عمره 17 الشهر الذي كان يعاني من أمراض متعددة منها مشكل في النمو ومشكل في الكليتين ترجمة نانسي قنقر